يتوجه أزيد من نصف مليون تلميذة وتلميذ إلى مراكز الامتحانات لاجتياز استحقاق امتحانات نيل شهادة البكالوريا لهذه السنة والذي يعد أول عتبة للولوج إلى عالم التكوين الأكاديمي والجامعي وفي هذا الإطار أعلنت وزارة التربية الوطنية أن الامتحانات ستنطلق صباح اليوم بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني حيث يضم هذا القطب شعبة العلوم التجربية بمسالكها ومسلك العلوم الرياضية ألف وباء وشعبة علوم الاقتصاد والتدبير بمسلكيها ومسلك العلوم الاقتصادية ومسلك علوم التدبير المحاسبتي وشعبة العلوم والتكنولوجيات بمسلكيها وشعبة الفنون التطبيقية وجميع مسالك البكالوريا المهنية هذا هو من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية 2023 لامتحان نيل شهادة البكالورية في التاسع عشر من يونيو الجاري بينما سيتم الإعلان عن نتائج الدورة الاستدركية الفين وثلاثة وعشرين لامتحان نيل شهادة البكالورية في الثالث عشر من يوليوز الفين وثلاثة وعشرين ونتمنى كل النجاح والتوفيق لكافة التلاميذ المقبلين على هذا الاستحقاق